مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المعظم ودخول موسم الاستياف وبغية انجاح المناسبتين اجتمع وزير والتجارة باختب العيب مع ممثلي الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين لإطلاق حملة تحسيسية لتجار هدفها ضمان نجاح العملية ذات البعد الوطني والمواجهة لتجار الموازعين وتجار الجملة والتجسئة الحملة والتحسيسية ترمي إلى ضمان تموين منتظم للمواطنين واحترام الأسعار القانونية للمواد الغذائية ذات الاسهلاك الواسع كما تهدف العملية إلى النهي عن المضاربة واحتكار المواد التي يكثر عليها الطلب خلال المناسبات وتطالب الحملة بالإبقاء على الأسعار في مساويات معقولة لمواجهة موجات غلاء الأسعار التي تستنزف جيوب المواطنين حيث ستكون والعملية فرصة لتذكير ترجار بواجبات قواعد حماية المسالكين والممارسات التجارية ونظام المدومات وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك تسعى العملية لتوفير تموين دائم للسوق عشية رمضان من خلال فتح الأسواق الجوارية بالولايات بالتعاون مع الاتحاد العام لترجار والحرفيين الجزائريين للتصدي لكل محاولات المضاربة ورفع الأسعار هذا ووجه وزير والتجارة باختب العايب تعليمات للولايات لمباشرة ترتيبات تخصيص أماكن الأسواق الخاصة بمناسبة شهر الفضيل كما قدم توجيهات للسهر على تنفيذ خريطة طريق تشسيد أهداف هذه الحملة اشتركوا في القناة